تاركاً خلفه بلداً مدمراً وعرشاً مهدداً بالزوال يصيل بشار الصين عليه يجد مصدر قوة جديد يزيل عن خناقه قيود قانون قيصر الأمريكي والعزلة السياسية بعد أن عجزت روسيا وإيران عن فعل ذلك مدير مطار مدينة خانجو الصينية ومسؤولون صينيون كانوا في استقبال بشار وزوجته والوفد المرافق الذين قدموا بطائرة صينية أيضاً تقول صحيفة الوطن الموالية إن زيارة بشار جاءت تلبية لدعوة رسمية وجهها الرئيس الصيني شيجين بينغ يدخل له لقاءات واجتماعات عدة في حين تكتفي الخارجية الصينية بذكر حضور بشار الأسد حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية المقامة هناك صحيفة لومود الفرنسي قالت إن صين عاودت نشاطها في الشرق الأوسط وتهدف أيضاً للترويج لمشروعها طريق الحرير الجديد والذي يتألف من استثمارات ضخمة في البنية الأساسية لتحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وهو مشروع انضمت سوريا له في كانون الثاني الفين واثنين وعشرين زيارة بشار الأسد تأتي بعد انقطاع دام عشرين عاماً ورغم ذلك دعمت الصين الأسد سياسياً في قمعه للحراك والثورة ضده وأعاقت مع روسيا ثماني مشاريع قرارات في مجلس الأمن ضد سلطة الأسد كان آخرها في تموز الفين وعشرين ضد تمديد آلية إيصال المساعدات عبر تركيا إلى شمال غرب سوريا أطلب المال ولوف الصين هكذا يبدو شعار المرحلة بالنسبة لبشار الأسد الهارب من مشاكله المحلية والإقليمية والباحث عن حل يبسط من خلاله السيطرة على بلاد بات بعض رؤساء دول الجوار يشككون في سيطرته عليها